اشتركوا في القناة وعشان نحقق حلمنا بدري كان لازم مصر تمد الخطوة وتجري وتبني بدل المدينة مدن وبدل الجسر جسور عشان نحقق لأهلنا في الصعيد وقع جديد الصعيد قلب مصر النابط بالأمل وفيه استمر العمل برؤية مستقبلية في كل المجالات التنموية وعلى رأسها المحاول المرورية من يام محمد علي باشا مصر بنت 14 كبري على النيل في قلب الصعيد وفي 2014 القيادة السياسية أعلنت خطتها الطموحة لبناء 14 محور جديد على نهر النيل بتكلفة إجمالية بلغت إلى الآن 23 مليار و 500 مليون جنيه يعني المهاردة بنحاول نبني في 7 سنين اللي تبنى في 150 سنة احنا بنعمل أكبر حجم من محاول من غرب النيل لشرق النيل في تاريخ مصر تخطيط اللي كان معمول قبل كده عشان عدي من غرب النيل لشرق النيل قمشي 100 كيلو احنا رايحين لـ 25 كيلو يعني أنت كل 25 كيلو هتجد فرصة أنك تعبر من شرق النيل لغرب النيل وبالمناسبة هو مش كبري احنا بنتكلم على محور طوله 24 كيلو 25 كيلو من أول إلى أخرى وتم الانتهاء من إنشاء ثلاث محاول مرورية ضخمة وافتتحها في بني مزار وطمة وجرجة ده غير إنشاء أربع محاور على النيل في الوجه البحري في الخططبة وطلخة وبنهان ومحور تحية مصر وهنا في قلب الصعيد كان القرار ببناء محور يعبر نهر النيل كل 25 كيلو متر التحدي كان كبير خلنا نسابق الزمن عشان نكمل شرايين التنمية ونحقق معنى العبور الجديد على طول امتداد الوادي وفي كل محافظة الصعيد محاور النيل مش مجرد طرق كباري دي جسور أمل وحياة وشرايين تنموية بتخلق تجمعات عمرانية جديدة في الصعيد وفي مدينة صمويل تم إنشاء محور بطول 24 كيلو متر وعرن 21 متر وبيربط الطريق الصحراء والشرقي بالغربي وبيعبر نهر النيل محور تنوي ضخم بيضم الوحده 30 كبري و17 نفع اللي بيساهم في تنمية المهنية عروس الصعيد وبيساهم في حل التقاطعات مع الطرق الفرعية وحل الأزمة المرورية وبنكمل مسيرتنا التنموية وبنوصل محافظة إنا وهنا اتخلق واقع جديد في قلب الصعيد بإنشاء محور قوس واللي بيعبر ضفتين النيل وبيمتد بطول 19 كيلو متر وعرض 21 متر عشان يربط الطرق الصحراوية والزراعية بطريق القاهرة أسوان الصحراوي وبيضم 30 كبري ونفع نفذناها لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وقدرنا نحقق من خلالها الحل النهائي لكل المشاكل المرورية من خلال أضخم محور من نوعه في تاريخ إنا وبإنشاء محور قوس ساهمنا بتنمية الحركة السياحية في القصر وأنهينا مخاطر المعديات النيلية وساهمنا في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وبنكمل رحلتنا التنموية وبنوصل لمهد الحضارة المصرية في محافظة أسوان المشهد تتغير على ضفتين النيل بمحور كلبشة واللي بيمتد بطول 23 كم وعرض 21 متر وبيشمل 14 كبري ونفر وبيربط الطريق الصحراء والغرب بطريق القاهرة أسوان الزراعي وبيعبر نهر النيل والطريق الزراع الشرقي القاهرة أسوان وفي محافظة أسيون تم إنشاء المرحلة الأولى من محور ضيور أعلى النيل بطول 15 كم واللي بيضم 13 عمل صناعي من كباري وأنفاء للسيارات وبنابخ ومخرات السيون وفي محافظة البحر الأحمر تم استواج طريق سفاجة مرسى علم لرفع معدلات السلامة المرورية واللي بيمتد بطول 200 كم وفي رحلة العودة من الصعيد للقاهرة وفي محافظة بني سوي بيقابلنا محور عدل منظور واللي بيمتد بطول 7 كم وعرض 29 متر و3 حرات مرورية لكل اتجاه وبيربط طريق الصعيد الحر شرقا بطريق أسوان القاهرة وطريق بني سوي في الفيوم غربا وبيعبر نهر النيل وبيضم 7 كباري ونفق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وبيزاود من قمتهم أنه بيربط المناطق الصناعية شرق النيل والمناطق الزراعية غرب النيل بكل التجامعات السكنية والمحاور الرئيسية والنهاردة بيتم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراء والغربي من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المينيا بطول 230 كم ب6 حارات مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات لسيارات الركوب و3 حارات للشاحنات بالرصف الخرصان بالاتجاه القادم من الصعيد للقاهرة عشان يتحمل الشاحنات الكئيلة القادمة من محاجر الصعيد وعشان الدولة المصرية بتحرص على حياة المواطنين كانت توجهات القيادة السياسية بتطوير جميع التقاطعات الخطرة مع السكة الحديدة لتأمين سلامة المرور بالوجهين البحري والإبلي فتم الانتهاء من إنشاء كبر جرجا وكبر البليانة العلوي بمحافظة سهاج وكبر المدرية بمحافظة بني سويف وده ضم 16 كبري في الوجه الإبلي كمرحلة أولى وكمان تم إنشاء كبري أعلى ما فيه التشكة للربط بين القادم من أسوان إلى أبو سنبل بطول 450 متر و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويفضل الصعيد غني بصروته البشرية بالناس اللي بتشتغل وتتعب واللي عشانهم بنينا عشر مجمعات صناعية والنهاردة بنفتتح خمس مجمعات صناعية جديدة في محافظات إنا وبني سويف والمينيا والبحر الأحمر والأقصر وحدات صناعية مجهزة بكل المرافق وبمساحات مختلفة وكمان قريبة من المناطق السكانية لمساعدة الشباب وصغار المستثمرين وبتقدم حلة النووي لدعم التكامل الصناعي للمشروعات الكبيرة والصغيرة في كل المجالات للارتقام بالصناعة المصرية عدينا الصحر وبنينا بدل الجسر جسور ومهما كان الحملة قيل قادرين نخط المستحيل من رمل الصحراء لضفتين النيل وفي الصعيد الخريزين مع كل حلم بيبتدين بواقع جديد